اختتم المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة السيد هانس زيارته إلى العاصمة السعودية الرياضة عقب استعراض نتائي زيارته المكوكية الأخيرة لعدد من الدول الشريكة في إنهاء الصراع في اليمن وعلن مكتب المبعوث الأممي أن السيد هانس التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائبه اللواء الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الحكومة ومجلس النواب اليمني في بحث سبل تحقيق التوافق حول تدابير لتحسين ظروف المعيشة وحول وقف إطلاق نار في جميح أنحاء اليمدة وبدء عملية جامعة في رعاية الأمم المتحدة للانتقال لسلام مستدامة كما أعلن المكتب إقاه هانس مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر وبسفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اليمن التشوري حول طرق ضمان الدعم الإقليمي والدولي المتضافر وجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة فيما كشف مكتب المبعوث الأممي عن زيارة الهانس إلى العاصمة العمانية مسقط التقى فيها بمجموعة من كبار المسؤولين العمانيين ورئيس الوقت التقوضي لميليشيات الحوث الإرهابية لبحث سبل الدفع في جهود السلام الجارية وضمن لقاء مع رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية المقيمين بالخارج قبل مغادرته الرياضة استعرض المبعوث الأممي الجهود والاتصالات التي بدلها خلال زيارته لعدد من الدول الإقليمية والدولية وفي اللقاء أكد المبعوث الأممي أن مكتبه يعيد مختلف الرؤى والتصورات للحلول على ضوء ما ستصفر عنه الجهود السعودية والعمانية إضافة إلى جهود الأممية العازمة ليصول إلى حلول وتسوية سياسية شاملة من رغم من أن الأزمة في اليمن بالغة التعقيد مشير إلى أن جميع القضايا سيتم البحث فيها بالأولويات وذلك لترتيب المرحلة الأولى المعلن عنها ترتيبا كاملا ودقيقا بما يضمن الوصول إلى المرحلة الثانية والثالثة بنجاح ومصداقية كاملة فيما طالب الحاضرون المبعوث الأممي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم حول تصرفات الحوثيين ويرى مراقبون أن بقاء مجلس نواف الخارج يعد أحد العوائق في معالجة الملفات الشائكة في الداخل فيما تسعى الكتل البرلمانية المحسوبة على حزبي الإصلاح والمؤتمر على تسجيل حضورة في أي تسوية سياسية قادمة مكتفين بذلك اتجاه القضايا المصيرية الوطنية وبخصوص تعزيز الرقابة الداخلية شدد وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري على ضرورة وقف الإختلالات الحاصلة في بعض المنافذ ومراعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات التهريب وإصلاح الإختلالات الحاصلة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا ضم وزيري النقل والإدارة المحلية لمناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية وتصويب العمل فيها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وأكد وزير الدفاع الداعري على أهمية تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع وكذا وضع المقترحات والتصويات لإصلاح تلك الإختلالات فيما خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإرادي لتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره فيما لم يتطرق الاجتماع لأي مستجدات بخصوص منفذ الوديع البري ومدى الإجراءات التي تمت لتسليمه للسلطات الأمنية والعسكرية في حضر موت لتأمينه وإدارته حسب ما تم الاتفاق عليه قبل نحو شهر من الإعلان عن ذلك وضمن احتفالات ما تسمى الذكرى السنوية لرحيل زعيم الثورة الإيرانية أكدت ميليشيات الحوث الإرهابية على مخططها الخطير الذي تقوده في مناطق سيطرتها بشمال اليمن لتثبيت الفكر الشيعي وتحويل منابرها إلى أوكار ومحاض طائفية وصناع الجيل من المتطرفين لا يوجدون سوى القتل وتغيير التركيبة الديمغرافية في مناطق سيطرتها خدمة للنظام الإيراني وصناعة لون مذهبي واحد وإقصاء المخالفين وإعلان الحرب عليهم المزيد في هذا التقرير هكذا احتفل الكثيرون في عدد من الدول من أتباع نهج عرب الثورة الخمينية السياسية الشيعية الإيرانية الخمينية ومن أطلق عليه مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذكر وفاته الربيعة والثلاثين بفعاليات تأبينية طائفية مشت جميعها على تعزيز النهج الشيعية الإيرانية في المنطقة وتصدير الأديولوجية للنظام الإرهابي المتطرف لطهران ونشر ثقافة ثورة الخمينية التي أطلقت الحركات الإرهابية وأشعلت المواجهات المذهبية في المنطقة لأغراض سياسية تحت غطاء الدين ارتهان وتأكيد لتبعية النظام الملالي في طهران ظهرت به ميليشيات الحوث الإرهابية خلال احتفالاتها بما تسمى الذكرى السنوية للخمينية بمقر السفارة الإيرانية بصنعها إذ لم تكف تلك الميليشيات عن محاولاتها في نشر التشيع بين أوساط المجتمع في مناطق سيطرتها حتى أصبح اليوم بمثابة دستورها ومنهجها التي تسير به على درب النظام الإيراني ووصل الأمر حد الإكراه والإجبار لنشر مخطط التشيع في شمال اليمن وبطرق مختلفة وتحت مسميات ومناسبات كثيرة الحرب الفكرية التي فجرها ما يسمى بالخميني تعد أشد أثرا من الحرب العسكرية لدى جماعة الحوث الإرهابية التي تعمل عليها لتثبيت الفكر الشيعي وعقيدته وأفكاره حيث شهدت مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تحولا جذريا خطيرا مشحونا بالصبغة الطائفية يعجل بإغراق يمنها في الصبغة الطائفية والتسليم والخنوع للمشروع الإيراني الفارسي ترجمة نانسي قنقر